السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من دروس ادوبي فوتوشوب بعد الفيديو رح اشرح بطريقة مبسطة كيف نقدر احنا كمبتدئين نعمل تصميم من تصاميم السوشال ميديا مثل البوسترز ممكن نعرضها لاي برودكت او اي منتوج عنديه بداية بدي حدد السايز لهيدا البوستر فرح نكبس فايل نيو ومن هون رح ينعرض عندي نافذ صغيرة رح اختار فيها الواتس والهايت بالبيكسلز او باي وحدة قياس اخرى انا بكون عارفي السايز مسبقا ادش انا رح اعمل هيدا البوستر او خلان اقول هيدا الاعلان لينزل على الانستجرام سوف اخليه 1080 بيكسلز بالف وثمانين العرض والطول الريزيليوشن طالما هو رح ينعرض على السوشال ميديا ما رح ينطبع ففيني خليه 72 بيكسلز بار انش والكالر مود اكيد فينا نخليه ار جيبي اما بحال الطبع بدنا نختار سي ام واي كي كالر بدل الار جيبي هاي باول مرحلة بالتصميم لازم نحدد او ابعاد او قياسات التصميم اللي انا بدي نزله حسب انا وين بدي اعرضه وين بدي نزله طالما انا رح اشتغل هيدا البوستر ونزله على الانستجرام فهيدي قياسات الانستجرام لكن بدنا نبلش بمرحلة اولى نكون عاملين فيديوال فيد فيديوال فيد او بالعربي منقول تغذية بصرية كن انا داخلي على مواقع اقدر من خلالها اتفرج على تصاميم لديزاينرز تانيين هيدا الشي بي اول افكار عندي بيخلي يكون عندي رؤية خاصة بقدر من خلالها اطلع بشغل افكار جديدة يمكن بالبداية رح اعتمد على فكرة كمبتدق يعني رح اعتمد على مبدأ التقليد لكن بقدر من خلال جوجل واعمل سيرش على بعض المواقع اللي فيني من خلالها تشوف تصاميم غيره بمجالات متعددة مثلا فتنا على البنترست هو اكتر موقع انا بدخل من خلاله وبقدر احصل على افكار كتيرة هوري اعمال مصممين عرضوا شغلون على هيدا الموقع ففيني اخد افكار فيني بالبداية بلش بمرحلة التقليد وبعدين مع كتر التمرس والشغل فبيطلع معي اكيد افكار جديدة فينا كمان نجرب نفوت على موقع الميهانز كمان فينا نعمل موقع خاص لقلنا فيه ونعرض اعمالنا ويستخدم كمان كما عرض اعماله وفينا نشوف كمان اعمال غيرنا ونعمل فيديو والفيد متل ما قلنا يعني تغذية بصرية تغذية البصرية بتساعدنا على تقوية الافكار اللي عندنا لانه اي مبتدئ اكيد بيبلش ما عنده خلفية عن التصاميم فيه ناس متمرسين وفيتين بهيدا الدومين اكتر فاكيد هذا الشي بساعدنا لنقدر نشتغل فهون فيه افكار كتير بيقدر كمان الواحد نتفرج عليهم كمان فيه موقع تاني من الدريبل هيدا الموقع كمان كتير مستخدم للواحد يقدر يتفرج على design فينا اكيد نعمل sign up ونعمل بعدين sign in ونفوت بالحساب اللي احنا عملناه وفتحناه من خلال هيدا الموقع وان شاء الله رح اترك لكم باخر الفيديو اهم المواقع اللي نفوت من خلاله نعمل فيديو والفيد هلأ خلينا نروح للفوتوشوب انا اتعمدت انه اشتغل على version قديم لانه بعرف اغلب الاشخاص ممكن ما يحصلوا على الاصدارات او النسخ الجديدة من هالبرنامج حسب مواصفات كمبيوترهم ففيه كمبيوترات ما بتقدر تتحمل تشغلهم الاصدارات او النسخ الحديثة هلأ بداية لكان كتصميم احنا هجهزنا size بنا نبلش نكون محضرين الصور مثلا انا من اربع صور رح نعمل اعلان هدول الصور انا جبتهم من مواقع كمان رح نذكر ان شاء الله موين فينا نجيب صور مواقع اه مهمة نقدر نتردد عليها متل مسلا فري بيك واكيد فينا نعمل حساب لنا جواته بهيدا بهيدا الموقع ونقدر بالسيرج زون هون متل ما ذكرت انا بفيديو من الفيديويات عن الامج سورس ان شاء الله رح اعرضوا باخر الفيديو هيدا شو المصادر اللي بنقدر اه نتخذها لحتى نقدر ننزل صور تكون هاي رزيليوشن ان شاء الله رح اترك لكم الرابط باخر الفيديو وكمن ان شاء الله بيسندوا الوصف طيب لكن قلنا مثل فري بيك مثل وفينا نفوت هون ونقول له مثلا انا عم فتش على صورة بيرجر واحنا اليوم اكيد رح نشتغل على غير فكرة البرجر حنشتغل على فكرة الشاورمة هي اكلة اغلب الاشخاص بتحب تشتريها بس انا عم فرجيكم انه كيف فينا حتى غير صور فينا نجيبها من هيك مواقع ما علينا غير انه نكبس على الصورة اللي بدنا اياه هنفتحها نكبس كليك نرجع نكبس على الداونلود ومنحدد احنا وين بدنا نسيف هايدي الصورة بكل بساطة هايدي هي الطريقة لنحفز الصور هيدا الموقع بيسمح لكم اكيد بصورتين من بعدها اكيد بيكون في شي مدفوع بس حبيت فرجيكم بعض المواقع اللي انا بعتمدة بالبحث تاعي واكيد متل ما قلنا رح نترك لكم باخر الفيديو رابط لفيديو تفوتوا من خلالك تحاكي عن image sources من وين من جيب الصور طيب ازا رجعنا لهيدا الفيديو الاساسي راح اكبس هون على new layer هفتح layer جديدة فيني اختار من square او المربع اللي هون اختار اللون اللي بدي ايه double click بفتحه for example راح نقي مثلا هيدا اللون الاصفر هقول له اوكي هروح على fill color هون وراح اكبس كمان كليك فانا كبس تيكليك هون لوني background فيني افتح كمان layer جديدة فوقه واستخدم هالمرة اللون الابيض وهالمرة راح استخدم brush tool الفرشات اللي هون وراح استخدم شكله هلا ممكن اختار اي شكل وفيني اعمل free download لbrushes موجودين من الانترنت مجرد انه اكتب free download وحدد نوع ال brush اللي بدي اياها فيني اعمل لها download بكل بساطة انا راح اختار soft هيد الفرشات اللي بتجي اطرافها مغبشة بقولولها soft round brush راح كبر size من هون لاحظوا هون هتكون صغيرة هون راح يكبر شكل brush من هون لاحظوا كبرتها بعد اكتر فيني اكبس كبسة واحدة هون راح تعطيني هيدا الاثر اللي انا بديه اكيد مش حلو يكون هيك حلو انه اعمل له blur food filter blur Gaussian blur ومن هون فيني اختار ادي بالمية انا عم بوزع هيدا اللون لاحظوا هلا ببلش انتشر او يخف من حديته هتخف فيني كمان خفف من هون الوباسيتي الشفافية تبعيته حتى ما يكون كتير ظاهره اوي فيني انا حدد لاحظه هون اوات هون خففت وانا هخليه وسط يعني تقريبا بحدود السبعين بالمية هيدا نوع من انواع اللي هو يبعتمد على اللون وهيدا يفضل استخدامه بحال انا كان عندي او او صور بالاعلان صور عديدة حلو الباكي جراوند يكون لون حتى ما يكون كمان صور وكمان عم حط فوق صور تبقى الدنيا كتير عجقة لا احنا حنبسط المواضيع بها الطريقة طيب بحال انا لا ما بدي رح اعمل لون انا اكبس على تاني وحدة شفت و كونترول جي بعملو نجروب ورح طفيهم بحال انا ما اعتمدت هالنوع من الباكي جراوند بدي حط صورة طيب انا جمعت الصور اللي رح استخدمها هون موجودين عندي مجرد انه اسحب الباكي جراوند متل هون فيني اعمل هيدا الطريقة مش غلط هيدا الصورة اللي بدي انا استخدمها هروح على الموف تول لانه هي بتنقل الصورة هيدا للويندو اللي انا بدي اياها او فيني استخدم والافضل يعني نكبوس فايل بلايس بالسايز تاعة اكيد قد ما بدي وارجع بيك بوسي كليك لثبت الصورة هيدا الطريقة بتحافظ دي على الريزيليوشن اكتر مش معناتها ازا انا هحطفيها هيدا اللي جبتها اخر شي حنرجع لأول وحدة مش معناتها انا هون ازا سحبتها وفوضتها ما رح يمشي الحال لان بلا فينا نعمل لهون رايت كليك لحافظ على الريزيليوشن تبعيتها بحال غيرت ابعادها كونترول تي بكون عم بكبس نعمل ترانسفورم او نغير السايز ازا بتكون ريسايز ونكبرها نرجع نحدد لالبوزيشن متل ما بدنا هلا بحال انا لقيت بسا الباكي جراوند لا فيه فيه جزء هون وفيه جزء هون مطلوب يتغطوا فانا فيني احمل هيدا اللير وانزل لتحت واكبس على النيو اللير هون فصار عندي اه عن هيدا الصورة لاحظوا هون هجيبها لجهة اليمين لاحظنا فانا عملت اه نوع من الدوبليكيت او فيني اكبس كونترول جاي كمان بتعمل نفس النتيجة لاحظوا صار عندي نسخة ثالثة كمان هجيبها ع الشمال لا تشوفوها طريقة لكن هفتح هوني لاير ماسك واللاير ماسك بيتميز بانه انا فيني عدل بالصورة بمن خلال هيدا الماسك اه وفيني امحي ارجع اي تعديد بحال تراجعت برأيه فيني اعمل رايت كليك دليت لاير ماسك هوني بحافظ على الاريجينال او او على الصورة الاساسية كون انا هوني ما عدلت فيه كيف طريقة استخدام اللاير ماسك انه اكبس على البراش طول بدي تأكد انه الاسود فوق والابيض لتحت ثالث خطوة انه بدي تأكد من الفرشات المستخدمة انا هستخدمها صوفت متل مكانية والسايز هاروح لهيدي اللاير وبلش محي باطرافه كما شايفين لاحظته انا بهالطريقة لما عم محي بالاطراف ورجعت قررت انه انا لا ما بقى بدي محي بالاطراف بدي رجعهم فيني رجعهم بالاريزر كما شايفين كبس على المحاية ورجع محي بدي محاية عم رجع ليش هيك بالمقلوب هيدا مبدأ اللاير ماسك وفيني لأ بكل بساطة خلية نرجع نمحي وفرجيكم شو فينا نعمل بحال تراجعت عن اي تعديل عم بعمله مثلا عدلت بهالطريقة طب انا لأ بدي اتراجع بكبوس هون على الماسك رايتي كليك ديليت لاير ماسك رجعت الصورة لوضعه الاصلي هيدا المبدأ لكا لللاير ماسك انا فيني ساتة هون مثلا رحت على الصورة هيدا الاصلية رح اكبوس على اللاير ماسك رح روح على البراش رح حاول محي بس بالاطراف بطريقة ادمج فيها الطبقات هيدا الطريقة بيستخدموها كمان متل ما قلنا بدمج الطبقات هون لأ هون لاحظوا في فرق منيح وواضح فأنا لازم عدل على اتجاه هيدا اللاير خليني رجع بطريقة هون دقيقة شوي تقريبا واروح على هيدا اللاير وبلش محي بكل انتباه فقط الاطراف بس لقدر ادمجهم ببعضهم متل ما شايفين هلأ شفتوا لي استخدمت الفرشية اللي هي صوفت اللي اطرافها مغبشة تأثيرها بيكون اخف بالدمج بكل بساطة هون حسيتوا انه صاروا صورة واحدة وهن ثلاثة فهون دمجنا لكن هيدا اول جروب هو وهيدا البداية اللي احنا منبلش فيه بتمنى الفيديو يكون نالعجابكم وبتمنى كمان تتابعوا الجزء التاني تنكمل مع بعض تصميم الاعلان اللي بدأناه من هلأ لوقتها سلام سلام مسدين موسوعة موسوعة خرص